السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبخات سباكتتي هذه أسهل طريقة وبنظر قطية طريقة المكونات المكرونا سباكتتي وربطة وزنها 450 جرام يعني قريب نص كيلو لحمة وقية ونص البصل مفرومة نعمة وعننا علبة صلصة صغيرة اللي هي صلصة البندورة وشوية ملح ملعة صغيرة وعننا هون ملعة صغيرة خلطة قرفة مع بهارات مشكلة ونحنا كل مرة عم نذكر شو هن البهارات المشكلة وكمان عنا عصرة الحامض حامض الليمون يعني عصير ليمون حامض نحط العصرة اللي بدنايها وعننا ربع كوب زيت نباتة وعننا هلأ بقعر الطنجرة وهلأ نشوف كيف العملية أثناء غلية الماء مي والملح غلية سقط الماكرونة لا تستوي أثناء الماكرونة تنصلي بنا نكون نحنا نطبق اللحمة وكمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلأ عنا اللحمة من الضبعت لمن يمكن يكشب 않았ول الم PikUNة وكمان نضيف بطلج هذه الماكرونة نريد سيارة ٧٠ تصل اللحمة اضع اللحم اضع اللحم اضع اللحم نضيف لها ملحة و ملحة بسم الله الرحمن الرحيم هذه الملحة قلنا نحن ملحة كبيرة وهي ملحة كبيرة ملحة كبيرة نقلدها لتتلوم اللحم النيح لأن العادة لما تكون لحد عميتكو إذا لم تقلد اللحم النيح رايح اللون اللحم بالطبع تتمتع في طعمة طيبة نضيف الصلصة هذه الصلصة بسم الله الرحمن الرحيم نضيف الماء بسم الله الرحمن الرحيم نبس اللي الكسر بالماء لأن الماء التي تفتح به الصلصة طبعًا تحتاج بعض الماء بسم الله الرحيم هؤلاء قد بالماء نضيف الماء بحركها قليل تركيها على النار لها تستوي المرأة انا بدي المرأة تستوي بس تستوي المرأة وتعقد وتكون الماكرونة كمان استويت منضيفهم فوق بعضهم وانتظروني نضيف العصرة الحامود نضيف العصرة الحامود حتى نضيف معكرا نضيف الماكرونة ونضيف الماكرونة نضيف السيطة ننزلها شوي شوي حتى لا تصني خلق كميب خليها شوي تغلي معها لحتالي تكليتها تتنكه ببعضها تأخذ من المرأة منيح ننوز تحتها خليها على مهلة شوي شي عشو دايق هلأ متل ما نكون شايفين هاي المرأة صارت جام دي شوي مخطرة وصار فينا نحنا نسكبها ونطفي عنها النار وهيك بتكون نستوت طبختنا بأسهل طريقة وأأسر وقت وهيك خلص طبقنا والمعكرانة التقليدية المعكرانة باللحمة وصلصة البندورة وهلأ أحمدو نحنا شو طعمتها بسم الله الرحمن الرحيم ناخد معنا شوية مرأة بسم الله الرحمن الرحيم لاحظوا المرأة محلة نضعها نضعها لنشوف شغلنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم كثير طيبة وفعلا نخرج أيام الشتي والبرد عشية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفعلا نقدم